سلام البنات كانت منا تكونوا على خير وبخير الفيديو ديال هاد نهار ما غادي كله روتيلا تاشي حاجة لا وصفت ما غاديش ننطيب تاشي حاجة اليوم راني معروضة عند حماتي غادي نتغدى وعندها انا ودراري غادي ننديكم معايا غادي تشوفوا المهم الغديوة ديانا كيف غادي تكون حماتي غادي تكلف بكل شي المهم انا غادي نحضر فقط شوية دلمليويات وشوية غادي نفطروا بهم غادي معايا شوية وكادي غادي نحضر واحد صلاتات ايبلي غادي نتيها معايا المهم غيرها كام من باب ديال الصواب راكم عارفين درول ما نتوش بيدين اخاوين نديوه لو حاجة قليلة ولا بساطة المهم غادي ندوزوا معايا هاد نهار هادا ديال نهاية الأسبوع كيفاش قديتو عند حماتي التسدقى من عجينة المسمنة ولكنه الملاوية لا يزوجون ليه في الكوزينا لا يعني بساطة المهم التسدقى من العجينة محلطة سوف ندعو الزويتا رميه و قد ركزها ميدا الرقيقه و سوف ندعو الزويتا الطريقة العجيبة التي تقسمت معكم في الفيديو لا يجب أن أعقذ نهائيا على السوق الملاوي والمسيم فقط نصوبهم في الفطور سوف نعجنهم ونصبهم يعني ما كان حتى لهم وقت بزاف بحالي ستسرحوا كل وحدة بوحدتها هذه ضغياء كانت سليغة وما تأخذ لش وقت كبير ومجهود كبير في نفس الوقت أنا سنبدأ ذلك سنسرح في العجينة قسمتها على الزوج كويرات كبار كويرات كبار نضع كبير نفق السوداء لنسرح سنسمع سنسرح سوف نقوم بحديثها سوف نقوم بحديثها سوف نقوم بحديثها نقوم بحديثها جميلة المسافة والمساحة سوف نقبط الزبيضة حرارة المطبخ سوف نصرح نضيف الزيت البلدية نضيف الزيتون نضيف الزيتون نضيف الزيتون نضيف الماء سوف نبدأ بحالها تشكل هذا كما أردتكم في الفيديو السابق سوف نفف بحالها كذلك وفي كل مرة نضيف زبدة و شوية السميدة بحالها تشكل هذا سوف نضيف زبدة و شوية السميدة سوف نضيف زبدة و شوية السميدة نضيف زبدة و شوية السميدة سوف نضيف زبدة و شوية السميدة سوف نقطع سوف نقطع قبل أن يطلبون البنات نرشون بحشوية زيتزيز حال هكذا قبل أن يطلبون البنات بحشوية زيتزيز حال هكذا سوف نكمل الكيمياء التي تبقى سوف تقوم بحشوية زيتزيز من ملوهية الحال هم يطلبون هذه الملوهية التي تبقى كيف تبقى كبير الآن سوف تقوم بشكل خلف في الفيديو ايضا كترولي لعجينة كترولي لعجينة كلها بدأ في اللول وكترولي وكترولي تقطع كدلك بوحد السكين وصف يوكديرهم كام دورين كيجوتهم الساهلين وتقدروها كتخبعهم في الكون جيلة طوب هات الشكل هادا وتخليوهم النهار اللي تحتاجهم مثلا في صباح و تكونهم مزربين في الفطور غي كتخرجوهم كيتلقوا بحال باب كري وكتخرجوهم بالليل كتكونوا دارين بليلة تخرجوهم كيتلقوا وكتسرحوهم صافي وكتديروا فوق المقلة كي يطيبوا وكي يجيوا حسن من اللي كتصوبهم طريين انا دبها هاتو ربما نحتفظ بهم في الكونجيلاتور ومعلي حسب لما نشوف ايما نطيبهم دبوا لنحتفظ بهم في الكونجيلاتور هكا بلا عجينة ما كيف تشوف دك مليوية صدرت لهم حالة شكل هاتا في البلاسيكاس وهكا ندخلهم الكونجيلاتور نهار اللي غير نجبتهم سوف يكونوا مجمدين سوف ينجبتهم وحيدة سوف ينجبتهم وحيدة ونسرحها صافي ونطيبها كما العادة ويبقى وزوين نالبناتك في الوقت الحزة وفي الوقت اللي يكون عندكم ضيق وليس كتوجدهم قبل وضعهم يجعون لديهم ضيق تجدهم واجدين ليس لن يخد لكم الوقت العجينة ويسرحو العجينة وكل شيء يجيكم ثانيا نديمهم بطريقة نديرها ونفعني بزاعة في المرات ترجمة نانسي قنقر بزاعة الحزة خلطه بالقصص مايونز حمض وخل وشباة البزار الملح نضيف ونضيف زيت الخضر ونضيف المعدنة لنضيف المعدنة ونضيف المعدنة طول نضيف الزيت سنضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت انا أتقضى عني سحب لديك ساعة ملقيت وصفية كجزوين كم يمكنك فكرة كجزوين يمكن لكم تضيف وجبة بوحدة و لا تضيف عليها سوف تضيف الملحة و كل شيء سوف تضيف عن الضوء سوف تضيف طريفات الخومج قودة و الايينة تضيف طريفات و تضيف معها مشينا عند حلاتي كيف قد لكم اليوم دائرة ان شاء الله سوف تضيف عندها سوف يلقيتها مسكينة وجدة كل شيء يخلي لها صحيحة وجدة كل شيء و حتى تكون شيء في القطبل سوف نعودها في صحيحة و نضيف معها الطبلة لا يعمل كله و الحمد لله القطم صوبة سوف يكون هنا السلطة الخضرة دفتالها فقط لطوماتس و غيز و لصوصية لصوص فينيغريد و سوف يكون القطم دائرة شلد الفلفل اللي كتشواه و صوبة كذلك القريعة ايام شرملة والمهم السلطة انتم تشوفوا معي سوف يبقى اللي دبغير نخلطها بلصوص و سوف نضيفها في صحيحة ديال التقديم اللي سوف نقدم فيهم السلطة فذلك سوف نضيفها لصالة ديال الفلفلة و كتجي فيها الفلفلة مشوية و حمرة و خضرة و مقطعة مع الحمد مصير و داك شيء ديال التقديم مصافة و غادي يتكون المئيدة ديال النصافة و كل شيء هو هذا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 طبق الرئيسي كان هو طبق ديال جازو الحمر بضغميرة خالتي كتقن هالطبق ما عندي ما نقول لكم ناكلو فين ما كليتو و ما كيجينيش بحل هالطياب ديال هاله هذا كان حمق على هالطوي جناد فاش كتديرونا كيجي غزال بضغميرة للبنات المهم إلا بغيتو هالطريقة كيباش كتدير حماتي لهالطريقة ديال الجاج بضغميرة خليوها ليفلي كومنتيها ان شاء الله و المرة الجاية طيبتو انا و لا طيباتو هي نحاول ما امكاني يطيبو لكم باش شوفوا الطريقة ديالها داكش عندها يعني معتبر تبارك الله عليها صفي اش ليضات اللي اللي حطيت قبيلة اللي شفتوني كان حطوه في طبسلات هما هادو المهم ما شهيدكم في هاد الغدية والبنات ما شهيدكم فيها خاصة انا بحد هالطوي جنات هادوك يعجبوني ناكلهم ولكن ما نشمش الريحة ديالهم عاد كنحس بدك بدك للدة اما إلا طيبتو انا ما صفي كان يعني صفي اغيك اطلع ذاك الريحة صفي كان شبع قبل ما ناكلو المهم البنات هي الى كان شهيدكم سمحوا لي اياه وبصحتكم وراحتكم ثانتو ما إلا وجدوش يشيوا في ديوركم من بعد الغدية البنات مهم واحد الساعة تقلال صفي درنا القوتي كانت خالتي تايم وجدا مسكينة هاد الكيك هادا واحد الكيكة البنات غزال 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 كل مرة كان قول غادين زمان نوريكم طريقة ديالو ان شاء الله هادا بان اما غدي ناخد المقادير ما عندها وغدي نتقاس معكم هاد الوصفة ديال هاد الكيك هادا اللي كيجي غزال وكيتسوب واحد طريقة سريعة وكيجي واحد الكيك راقي مقادير بسيطة جدا كان واحدكم ان شاء الله هادين ديروكم في فيديو هات قادمة المهم درنا القوتي المهم حطينا هاد شي الكيك حطينا هاد شي ديال الموملاحات الويزات بيستاش حطينا تميرات شكلات المهم منسبة الدراء حطينا هم خومج وشوية الشوكولات ديال الدهن باش هكداي لابغوا ياكلوا شي شوية الخبز لان احنا كنا شبعانين فقط غادي نشربو غيق هو معوحد البتي مورسو ديال الكيك صافي كما لعادة خلتي دايما كتعطيني انا نقطع الكيك ولا شي حاجة كتبقوا لي انتي لي تكلفي صافي قطعت لهم هكا مورسوية شوفوا البنات على كيفاش كيجي هشيش هشيش ورطب عرتي بحال بونج والمدق ديالو ما نقول لكم شا البنات كي داير غادي نتقاسم معكم ان شاء الله الطريقة ديالو فيديوهات قادمة ان شاء الله بيحاولي الله كان وعدكم صافي كانت هادي هي النهار كيفاش دلوي كان كيفاش دوزنا عند حماتي المهم انا ما هاد الوصفة دول عجبتكم اشي حاجة خليوا الفلو كومنتا غضبا نتقاسم معكم ان شاء الله كان ضربكم موعد فيديو قادم فكرة جديدة وتبقوا الاخير